السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير يا رب الرضا والسعادة لي ولكم في الدنيا والآخر الجبال والسخور والطرق الصحراوية المتعة والحرية احساس رائع لما الواحد بيطلع على هذه الطريق الناس اللي بتسافر يلا نعيش مع المنزر السرعة على اليمين فوجهية اللي احنا شغالين منها طريق في صحراء مرتفعات ومنخفضات والسخور اللي شكلتها الطبيعة السخور الرائع المتعة والهدوء بنحدد ملامح السخور هيت اللي قدام حضراتكم اللي فوق دي علشان هنملى بالالوان دلوقت بطريقة سهلة ويسيرة مع التركيز معنا ان شاء الله نستفيد بنخطط خطوطنا بمفهوم النسبة والتناسب وبعد كده بنملى السماء النهاردة هنعملها بطريقة مختلفة بنحط اماكن معينة وبنضرب عليها بضربات السحاب والغيوم الكثيرة الكثيفة المتدخلة حطنا اللون السماوي اللي واخد شعرة احمر عشان يديك يعني داخل على الموف ولكنه الازرج مأثر في اكتر اللي انا بحطه حاليا ده عشان تبعارفين ده زيت مغرين عشان لما حط الابيض وانزج الالوان بيكون يعني فيها سهولة ويسر وليونة بدأت اسيح السماوات وانزجها وهبدأ اضرب ضربات السحاب بسيطة وسريعة ورائعة طريقة سهلة للسماء ونتيجة جميلة جدا ضربت ضربات خفيفة زي ما انت شهت متفرقة وهبدأ احط بالايه بالابيضة هوت هجرب الكاميرا وابطأ عشان نشوف شكل السحابة وجمالها شكل عشوائي اهم ما شاء الله جميل خالص سامة سريعة وبسيطة وسهلة وتضرب بعض الضربات في الاماكن الغامجة المزلرة كأنها غيوم والابخرة بتاعت السحابة بتديك واقعية ومصدخية هكذا وخرصة السماء بسرعة وده جبل بعيد الجبل البعيدة وجمالها نشوف تفاصيل الجبل بالراحة بنفتحه باللون البرتقالي الخفيف صحة والوان حرة واحنا داخلين بنغمج اكتر بحطينا اساسي الجبل اللي هو الاقرب شوية موف غامج شوية والموف يعني بهتنا شوية بشعرة بني برضو بشعرة اسفر مع الموف كده بيبهت شوية بيخش على رصاص شوية وده الصخرة الكبيرة هي بنملاها مبدئيا وهنبدأ ندي ضرباتنا فيها اللي هي يعني تجعيد الصخور وحروفها الصخور الطبيعية العوامل التعريع الطبيعية شكلتها بيكون لها حروف حدة كده زي ما نشوف ان شاء الله بنحط الاماكن العميقة في الصخرة اماكن اللي هي يعني زي ما يكون فيها جحور او حتة غويطة وده حدة طبعا الشمس بتاعتنا تقريبا جاية من فوق بالزبط من يم الشمال شوية يعني بعد الظهر بحيات بسيطة في وقت الزوال تقريبا طبعا الطريق على منحدر معمول في الجبال عندنا في مصر هنا طرق رائعة مثل هذه الطرق اللي هي الطرق اللي هي اليم شرم الشيخ والغردقة اماكن رائعة في مصرنا الحبيبة ربنا يبارك فيكم جميعا في انحاء العالم كله الناس اللي بتسافر في الطرق الصحراوية ما شاء الله هيشعروا بالمنظر ده الواحد وهو راح شرم الشيخ او الغردقة يعني بستمتع بالطريق اكتر اكتر من الاماكن السياحية دي يعني الطريق ممتع شفت الحتة رفيعة وتخنت ايه اللي خلى دي تخينه وايه اللي خلى دي رفيعة هنعرف الكلام ده من خلال دراسة النظرات وانواعها حتة رفيعة دي النظرة لها النظرة للطريق هنا بعدية اما الحتة العريضة كانت النظرة وفقية طبعا الكلام ده هنعرفه ان شاء الله علشان نفهم بعض لازم ندرس اللغة لغة الرسم وهندرسها ان شاء الله من خلال المفاهيم الاربع طولوا بالكم علي انا عارف ان بعض الناس بدات تميل ولكن انا بس عايز اجهز فيديو محترم يليغ بيكم يعني مش عايزة يعني اعمل اي حاجة طبعا الحياة دي بتعوز ترتيب وبتعوز وبتعوز تنصيق فكري يعني وتنصيق للأفكار نفسها علشان توصلكم بسهولة يعني نديكم المعلومة توصل بسهولة ان شاء الله شفت الجبال وتفاصيل الجبال البعيدة ممتع 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 شفت البعد لانها بعيدة فعلا لان ادايا في الصورة شيء ممتع ورائع متعكم الله بالصحة والسعادة في الدنيا والاخرة منباهة الأجوان وحتى الجبل البعيد وطبعا فيه تباين بين الكتل الجبلية وبعضها دي سيحتها مرضيش خليها كتلة خليتها يعني منحضر رهيب ما نرحب الفرشة واحدة واحدة القريب برضو هو طريق نازل بطريقة رائعة آآ ممتعة وبعض الأعشاب والنباتات الصحراوية الخفيفة اللي معمولة بالزيتي ونطلع برضو بعد الشجيرات كده في حضن الطريق أو في حفة الطريق أو في جرف الطريق خد بالك من الحت اللي أنا بعملها دي ده ظل الصخرة اللي فوق أما بقية الأسفلت أو الطريق فاتح ازاي وطبعا لما نعمل الظل اللي تحت الصخرة هينزل مع ده كمان هيديكم الزقية أكتر واحدة واحدة آآ ممتعة بنيدي الفاصل بين الصخور الصخرة الكبيرة والصخرة الصغيرة في أماكن عميقة الصخرة وأماكن بارزة البارزة هي طوله الضوء والنور والشمس ولعملك شفت الظل بحد الظل ازاي ده المكان المزالة لو سبت الحتة اللي هناك فتحة ازاي دي سندينا المفاتح فكأن الضوء من هنا الضوء طبعا من على الشمال فوق الصخرة تقريبا في وقت الزوال يعني بعد ما زالت الشمس عم منتصر في السماء شوية بجاء الأشياء اللي هزل الحروف بتاعت السخور الحروف الحد سخور من آلاف السنين فعوامل التعريه خلت فيها حروف وبروز وسخور يعني السخور لها فلسفة معينة لازم تكون حدة كده واحنا شغلين غير المية وغير الرملة كلها ماكن حدة زي ما انتوا شايفين اهوت نبدأ نحمر العلوان شوية وندي لها اللون البرتقالي اللي فيه الحمار والبني اه حرارة لان دي سحرة سخور فيها بعض الضربات مناطق ملساء ومناطق عضعضة اه والحرارشة بتاعت السخور والرجاة اللي احنا بنشوفها طبعا انا برسم صورة صورة طبيعية ده زي حرف كده تلت وار او يعني صور بس صغير جدا هندي فيه الضوء وظل برضو الاماكن المكان اللي في الظل هنخليه غامج والمكان اللي بعد الظل اللي هو طال الضوء هنخليه فتح هنشوف دي الوقت وقرب الكاميرا ان شاء الله وتشوفوا الوضع اه شفت لسه طبعا هتديك الضوء والزل دلوقت لسه ما حططوش ساعة ما نيجي نحطه هنبهكم ان شاء الله شو الحروف وساعة الضب فيه حتة بيضة كده في وسط الصخور هي لونها ابيض ملاهاج دعوة باللي بالضوء والزل لونها ابيض وبالحرشة الكبيرة كده بندي بعض النمشة والخبطات كده اللي هي ايه يعني نديك مصدقيقة اكتر الصخور مش ملساء الاماكن العميقة بنزود الظل فيها شوي الرسم ده يعني من الاشياء الممتعة لو انت اتقنته وبدأت تنفذ الاشياء التي تحبها بغض النظر على المادة والمكاسب هو يعني بيخلك اه تحس احساس ممتعة بصراحة والحقيقة ايه غير احساس الساعة ده احساس والت عاسق احساس ايوة شفت خلت دي مضيقة ازاي لان في الضوء والتانية خلتها ايه مزللة زي ما هي شفت بالت مع بعضها ازاي وبرضو الاماكن اللي بعيدة عن الظل هفتحها كلها وانت نازل وانت نازل واحدة واحدة فتحها علشان ايه يباني الظل الوحده والضوء لوحده اهو شفت الحتة المضيقة اللي هناك اللي في الناحية التانية عملت واللي هنا هتبقى مضيقة برضو ونسيب اللي تحت الصخرة مزللة فبيتبقى بيتبقى معك الطوب الصغير لحتة المكسرة من الصخور من بينها نجرب الكاميرا نشوف التفاصيل وندي لها زلة تانية اهو ندي الزلة حتى بون تحت كل صخرة كده كأنها يعني ايه مجسمة محطوطة على الارض فعلا ونظهر الضوء شوية رسا نحط على هب الضوء شوية الصخور دي بعد ما ادينا اللون الاساسي ادينا ظل ودينا ضوء تبقى ثلاث درجات دايما في كل حد اللون الاساسي وضوء وظل هندرس الضوء وظل ان شاء الله المفاهم الاربع ما تستعجروش علشان تشتغل بعلم دعوتكم لنا بالتسير اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن انشيته سهلا ساعات بيكون عندك العلم بس مش عارف توصله عايز طريقة واسلوب توصله فهو ده اللي يعني بيخليني اتأخر شوية على منزل على منزلت الالوان وخلط الالوان كنت عايز يعني اجيب طريقة سهلة وميسرة وسريعة الحمد لله رب العالمين فنفس الكلام في المفاهيم الاربع يعني الصبر ان شاء الله لحد ما الواحد يختار اسلوبه طريقة معينة وان شاء الله هنزل لكم التفاصيل باذن الله بنحرش المكان هوت وندي حتة متبينة لان طبعا طبيعة والعشوائية موجودة فلازم يكون كده طبعا وممتعة العشوائية والطبيعة شيء ممتع سبحان القلاق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم انظر الى اثر رحمة الله افل لا يشك فاطر السماوات والارض سبحانه وتعالى لا اله الا الله فاطر السماوات والارض بنظهر برضو بعض الحروف اللي هي تعرضت للطق الحروف البعيدة برضو بتاعت اللي هي جنب الطريق جاب للنزلة ونظهر الشجر شوية انا سيبته لان ما كانت كاتل بوية طرية لسه وكاتل الوان بتبلع بعضها فاستنت لما شدت شوية عشان اعرف قد لايه الشجر واخليه متباين شوية وباين وظاهر ها كثير حرف الفرشة الصغيرة كل ما كانت الاشياء بعيدة تستعمل فرشة صغيرة عشان ما تنبكش اماكن كبيرة استعمل الفرشة الكبيرة عشان تنجز معك سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم اللهم صلي وسلم وبرك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداء نبي الرحمة اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والجبال برضو بنبدأ نزهر فيها الأضواء هكذا ما دخلتش لجوة لأن اللي جوة التاني ده بعد الحرف ده يعتبر ظل لأن قمة الجبل عملت ظل عليه والخط اللي بيكون في نص الأسفل تقول بنعمله برضو ولاحظ إن أنا بعمل ده فتحه أما اللي في الظل هنخليه غمج شوية يعني إيه مش هنفتحه هنفط عليه أبيض برضو بس أبيض أفتح أغمج شوية عشان يعني كأنه في الظل هنا وقال الطريق بتاع نور خطات طبعا مطرح عجل السيارات والمشي ونسياحها تاني هوت ده كله بديك مصدقية ودقة في اللوحة وكذا يكون منظرنا انتهى أسر الله عز وجل أن يسعدكم في الدنيا والآخرة ودعوتكم لنا بالصلاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بترجعها لوحة زي كذا وهنا تكمن قيمة العمل الفني إن هو برجعك وفكرك بإحساس ممكن يكون غاب عنك في ظل الأحداث اللي احنا بنهشها والحياة حبيت نلجع لورا شوية ونستمتع مع بعض بالأيام اللي فاتت دي والواحد يفتكر الزكريات رسمتنا النهاردة ساجية الساجية البدائية اللي كانت بتشغلها الحيوانات زي ما نشوف في النهاردة مع بعض في اللوحة تعيد يا موسى عزكم الله متعلجة في ساجية ونعيش اللحظات القديمة جدا طبعا المنظر ده مش هيحس بيه غير غير أبناء الخمسين وأبناء الستين وبردو نفكر شبابنا وأبناءنا الغليين بالحياة القديمة برضو طراص بنخطط المنظر زي ما انتم شايفين بتسملنا بنخطط المنظر اغلبوا الوفوك اللي احنا خدنا ده واشجار بعيدة على مدد الشوف هتتعامل بالوان برضو هادية واحنا جايين واحدة واحدة نكمل منظرنا السماء باللون الازرج اللي عليه قليل من الاحمر والابيض وشعرة خفيفة اصفر عشان يديك الرصاص ده لون السماء ومد للرصاص برضو عشان ما يكونش ظاهر جوه للزراج بيكون شكله مش كويس ابيض وزراج وعلي شعرة احمر يديك للموف شوية وشعرة بسيطة خلص اصفر عشان نموت الموف وده الون السماء طبعا صف الشجر اللي بعيدة عملنا مبدئين اهوت والاخضر اللي هو بتاع الارض نفسها خلفية المنظر بتاعنا ونبدأ ندي ضربات في الاخضر ده بعد كده بالفاتح والغمج كأنها ايه حقول وزروع ورا واحدة واحدة وورا كده مصارف ومتجسمة لقطع بالضربات دي كأن كأنها طبيعة يعني بتوحي للنظر هذا الذي نراه في الحقيقة وفي الجرائب بنيدي ضربات فتحة شوية الاضاءة عليها وبينها وكل ما بنبعد اللون بيبهت واحدة واحدة ضبابية علشان نديك البعد الحقيقي والبعيد ما فصراش فيه جامد ومعملناش فيه تباين يا دوبك خيالات بعيدة كده ونبدأ ندي الساجة بتاعتنا اللون المبدأ ايه اللون اصمر ولكن فيه بني ومش اصمر خالص يعني على البن الغامج وهنبدأ ندي ضربات فيه فتحة شوية لون الساقية القديمة والصدى بتاع الساج اللي هي معمولة منه مالينا اللون المبدأ ايه ونبدأ نفتح ونجمج اهو الشغل ايه الخطوط والضوء والظل وبندي اللون الاساسي وبنحط نحط عليه ضوء وظل اللون الاساسي بتاع الساجة ونبدأ نحط له ضوء وظل حتى بني شوية حتى فالحمر شوية عشان يديك الصدى والمصدقية بتاعت الساقية فعلا طبعا طبعا البرشان بتاع السواقي طبعا زي ما قلنا مش هيفهم الرسمة دي كمان بغي غير الناس اللي هي عاشت الايام دي ناس اللي عندها خمسين سنة او او ممكن احساسي جميلة وبريئة كنا بنعيشها في الايام دي ان كان اللوحة زي دي بتفكرنا بالاحساس دي وهنا تكمن قيمة اللوحة الفنية او العمل الفني سواء كان أغنية أو موسيقى مع أني طبعا الأغاني والموسيقى بالنسبة لي يعني فيها كلام وفيها يعني من ناحية الحلال والحرام إلا أن فعلا الأعمال دي بتفكرك بأحاسيس معينة ممكن تكون غير بتعنينا في ظل الأحداث والحياة واحد يفتكر اللحظات دي لما بيسمع الأغنية اللي كان بيسمعها أياميها أو تترفهم سلسل معين أو لوحها زي كده وهنا تكمن قيمة العمل الفني بتشوف حاجة معينة بتفكرك بإحساس أنت كنت عايشه ولكن غاب عنك وتاه منك في ظل الأحداث فلما لما بتلاقي الحاجة اللي بتفكرك ده بتحس بإحساس حل لا يقدر بمال الشجرة بنحط الزل طبعا الإضاءة في المنظر ده جاي من على اليمين وكل الزلاتكو على الشمال أعواد الشجرة وبعد كده هم تحط بجا الفاتح اللون الأغطر بتاع الورق وفيه البني الأوراق النشفة بتاعت التوتا يعني أوراق صفرت ونشفت ودبلت بجاة بني بصفار كده وأوراق لسه فيها الخضارة وجزع التوتا بتخين الكبير ونزل الإضاءة واحدة واحدة من على اليمين التوتريم السومة بعد ما التوت عد أوانه بشوية وهي جبل ما تنشف بأيام كده وإلى نخش بالألوان الخضرة والصفرة والبني في الورق ونطلع بعض الفروق الرفاية على العشوائية اللي راح يمين وراح أشمال بطريقة عشوائية زي ما بنشوف في الحقيقة آه اللهم العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم وأدي الأوراق اللي هي يعني بين النشفة وبين القضرة خلاص الموسم بتاعها عدة تبدأ تتساقط الأوراق وإحنا لحاجنا رسمنا لأسما دي قبل ما الأوراق إيه تتساقط عتوتا والسجيع بعد الأوراق اللي وجعها تحت الشجرة وده حتة الشجرة اللي شفت الجموسة عزاكم الله ومتغمية كنا بنغمية زمان كده آه وده البير بتاع السجية محطوط حواليه آه خطع الطوب الجير يضاب يد ده بتاع زمان والمدار بتاع السجية هو اللي بتلف عليه اللي ايه الجموسة والبجرة اللي ايه اللي متعلجة في السجية آه ولسه نحط أثر أقدامهم أقدام الحيوانات ديت على المدار المدار بيكون طين وعالي شوية كده زي ما احنا شايفين كده بصراحة وبعض الطوب المتناثر بطريقة عشوائية عشان تديك الأجواء نفسها الحقل وورا وده شجرة البعيدة وشجرة التوتة لجنب السجية آه ما شاء الله واحدة واحدة بيظهر وبيظهر منظرنا بفضل الله نزود الإضاءة شوية في النحل ايه شجرة قديمة آه الانجزع بتاعها بجاء لون التراب لون الرصاصي قديمة جدا وطلع برضو بعشوائيتها وفروحها العشوائية برضو اللي احنا بنعمله حاليا الفاتح ده كأن الأماكن المضيئة بين الورق لحيتة السمى بانت منها ونحننننننننننننننننننننننننننه السمى عشوائي ونزيد بنحط الأضواء بنحط بعض الزلل برضو في الأماكن اللي جا بعيدة عن الضوء أهوت فيحصل تباين إضاءة إضاءة للأحجار اللي وجع هنا وهنا كده طبعا الجموسة اللي أنا رسمها دي رسمها الحمد لله هي متغمية أصلاً إنما الصورة الرأس مش باينة ملمحها عشان الحرج الشرعي يعني شفت أثار الأخدام يعني هبهيتها لسه تاني واحدة رحلة كده وهامسحها عشان تبهت يدو وكتب باينة كده أيوة هكذا نجرب الكاميرا ونشوف لجهة بهتت ولسه هديلها إضاءة برضو خفيفة أيوة هي عشان تبهت كأن عالي وقوطي بس على الهادي على الخفيف لأنها ندكت من كتر المشي فهدوك الملامح باينة خفيف عن مسحها تاني أهوت عشان ما ديباش فاتة باينة عالي كده لأن الأرض دي متكوكة مشطرية للدرجة اللي هي التوص فيها كده لأ ونمسحها تاني في الناحية التانية نكمت بقى عكس المسحة الأولانية فالبنكة إنها ايه اهي اهي لا هدها كده وبتبهين أحية بسيطة على المطار بتاع السجنة اهي وبعض الملامح البسيطة للأشياء العشوائية اللي حوالينا اهه أه أعواد أوراق فتبديك التفاصيل اللي بتبديك يروح للمنظر بتاعك وجمال ما شاء الله وكده يكون منظر الله يعني خلاص اهه انتهى هي لمسات بسيطة خفيفة كده وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق والرشاد والسداد وأسأل الله تبارك تعالى أن يجعل عيشكم عيشا طيبا كريما اللهم لا تجعل عيشنا كده وصب علينا الخير صبا اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء اللهم أحينا سعداء واجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة ولا تجعلنا من الخاسرين قل إن الخاسرين الذين خاسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين نسأل الله تبارك وتعالى عفو العفية في الدين والدنيا والآخرة وأيضا يعني في الختام أحب أشكر كل الناس اللي بتدعمني وكل الناس اللي بتعلج تعليجات إيجابية طيبة كريمة كل كلمة بتتكتب بل كل حرف بقرأه بشغف وبحب وبفرح بالتعليقات الجميلة الطيبة وبسأل ربنا سبحانه وتعالى وبدعيله إن ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوا الناس وربنا يسطر عليكم في الدنيا والآخرة وأسأل الله تبارك وتعالى لكم البركة والخير في كل شيء وأن يكفيكم كل الشرور وأن يسر لكم الحياة وأن يهديكم إلى الخير وإلى البر ويعني في الختام دمتم في رعاية الله وأمنه وحفظه وتوفيقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة